تقدم كبير تحرزه المنظومة الصحية في ملف زراعة الأعضاء البشرية وهي المهمة التي تبنتها الدولة بهدف إنقاذ أرواح آلاف المرضى المحتاجين إلى أعضاء بديلة ليعيشوا حياة طبيعية وسبق وشكلت الحكومة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية لتتولى إدارة الملف وتحقق تقدما ملموس فيه وذلك عبر تنظيم عملية التبرع وتأمينها بالشكل الذي يعود بالنفع على المرضى ويحفظ صحة المتبرعين وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة النجاح في عمليات زراعة الأعضاء تراوحت بين 88 إلى 94% وهي ضمن أعلى المعدلات العالمية وقد بدأت عمليات الزراعة بخمسة فقط عام 2004 حتى وصلت إلى 120 عملية عام 2000